دكتور عبد النعم فؤاد حكاية أنه الأظهر يعني بيقوله هيئة كبار العلماء زي ما قال مقدم المشروع لأستاذ محمد أبو حامد بيهيمن عليها الإخوان وعدد مجموعة من الأسماء وكتاباتهم وبالتالي بيقول أنه هنا لابد من إدخال شخصيات عامة في مختلف المجالات مش رجال دين فقط يعني في داخل هيئة كبار العلماء توافق على ده حكاية هيمنة الإخوان على هيئة كبار العلماء وأيضا إدخال شخصيات عامة بداخلها أخي الفاضل الاتهام ما أسهله ممكن نتهمك الآن بمئة اتهام زي ما تهم الأظهر الآن في القضية الإرهابية اللي دلوقت اللي قامت الآن على الجنود المصريين الآن الخبر اللي أنت جبته فأنا ممكن أتهمك الآن وممكن أتهمك بالإرهاب في أي لحظة لكن الكلام حينما يوجه يجب أن يفلتر قبل ما يوجه الأظهر علشان يقال عنه فيه إخوان هو معروف موقف فضيلة الإمام من الإخوان قبل أي حد ما يتكلم فيه ما حدش يزيد على الإمام في الإخوان مسألة الإخوان موقف الإمام حتى القانون اللي ذكره لأستاذ محمد أبو حامد وبيقول هناك جامعة الأظهر خرجت بيان قالت فيه يعاقب كل أستاذ ينتمي لفكر غير الفكر الأزهري إلى آخر هذا واتخذه ضد الأزهر بينما هو للأزهر لأن معنى كده الأزهر بيفلتر ما عنده الأزهر زي أي جهة في مصر كان فيها الغث والسمين اللي خالف منهج الأزهر ويتبع النغمة السياسية ويستخب خلف اليافطة الدينية الأزهر بيقول له باي باي مع السلامة مش تقول أن ده دليل على وجود ناس في الأزهر ده دليل على أن الأزهر بيطاهر نفسه ابنفسه مش منتظر حد يجي يقول له تعالى طاهر مسألة الإخوان برضو مين اللي ترك رئيس الإخوان داخل جامعة القاهرة وأعطى له ظهرة وخرج مجرد أنه شعر مجرد شعور أنه ما فيش توقير للأزهر وأنه الكرسي بتاعه تأخر شوية أليس هو فضيلة الإمام؟ إذا كان هو بيحب الإخوان ومش قادر عن الإخوان إذا كان ضرب بالجانب المعنوي القوي الأدبي الرائع رئيس الإخوان في الله من اللي أوقف تعيين نواب جامعة رئيس جامعة الأزهر ثمانية أشهر لأن الإخوان أرادوا أن يكون لهم قدم صدق في جامعة الأزهر أبى فضيلة الإمام وأوقف المسألة فمفيش واحد يجي يزايد على الأزهر وقول فيه إخوان لو شعرنا إني إحنا مش هنقدر نقول كل واحد وريني بوضعك تك مكتوب فيها إخوان ولا لكن لو شعرنا كما ظهر البيان اللي ذكر الأخ محمد أبو حامل لو شعرنا أن هناك من يخالف منهج الأزهر لا يسكت عليه الأزهر أبدا فدي قضية ما تحتاجش اتهام حكاية أن الأزهر بيخرج متطرفين وإرهابيين وإني أي موقع في العالم بينسب لها قربنا بقوله سجن أبو غريب الجماعة اللي عملوا فيه من خريج الأزهر أو شكنا أن يقول إن هتلر من خريج الأزهر ونسينا أنه شعره من خريج الأزهر نسينا أنه شلتوت من خريج الأزهر نسينا أنه شيخ جاد الحق من خريج الأزهر نسينا أنه سعدي زغلول متأثر بالأزهر مصطفى كامل متأثر بالأزهر الأزهر كرماته كل من يأتي على الأزهر بتظهر فيه الكرمات عرف هذه الكرمات الإنجليز وأخذوا أكثر من مائة سنة في مصر لم يستطيعوا أن يقتربوا من الأزهر عرفها وتأثر بها الفرنسيون طيب بس هو يعني هنا الناس بتستند إيه بتعدد بعض الأسماء ولهم كتباتهم همما يعني همما في اسمين واضحين جدا معروفين يا سيد الفاضل أنا لا أعرف حتى فكريا إن لم يكن تنظيميا أنا لا أعرف لكن هل واحد كتب في مناهج الأزهر ولا له رأي ضد الدولة ويتبع الإخوان ويسكت عليه الأزهر مستحيل هذا كلام لا يليق أن يقال أبدا وإن حكاية لأن معنى الاتهام معنى إيه صر في الناس عن هذه المؤسسة أنت كل ما تتهم فيها كل شوية الشباب مش هيروح لي الشباب هيروح للجماعات الأخرى الأزهر هيتزوي جانبها إنهم بتضعفها يعني ده مش كده ده أنت كده بتقول بيعه الأزهر وسيادة المستشار المحترم وصديقي برضو حتى من اختلفنا بالأمس القريب كان على إحدى الفضائيات يطالب بإغلاق الأزهر عشر سنوات طب الله عليك الإنجليز ما قدروا شو يعملوا الكلام ولا نابليون عشر سنوات عشر سنوات طلبت يا سيادة المستشار ولا طيب خلينا أبن مسحة هل هذا في صالح البلد